سي محمد بابالي باختصار في أقل من ثلاثين ثانية أنا فقط حبيت سخصي سؤال هو أنا اللي اسمعته داخل غرفة البرلمان أنه فيه جهات تطلب بصحب جرالي خالي صحب الملف فصلنا أو المشروع من البرلمان سيسا معناه الآن اللي اسمعته من البارح حتى اليوم هذا داخل البرلمان من جهات داخل البرلمان الآن مشكل أنت عمو ناقشت هاد القانون أو قال هالزاميل فيه تعديلات لكن اللي بغي نأسس عليه أنه فيه قوانين وفيه تنظيم هال الحاجة كان يخلق هالتنظيم داخل مؤسسة نقبل كي قلت لأصحاب الاختصاص في التنظيم يرشأ لأصحاب الاختصاص الرؤوس القانونية تخرج في هال القانون وأنا بغي نأكد من ثمانينات ما تغيرش قاون الصحة وفي هالزروف اللي نعيشوها ما يقدرش نقول لك ما فيهش نقايز حتى نحن اللي في الموالات أعطينا نقاط وفيه تعديلات اللي راح تخط لكن باش تقول لا أحد يمكن أن يقول أنه قطاع الصحة ليس مريض في الجزائر ما كانش لكن القانون لازم الصحة مريضة في الجزائر مايش بالقوانين أنا نقولها لك هال مجانية لا أنا نقولها لك بلقي تكلمة ومسؤولة عليها أنا احنا ما نعرفوش مجانية لأنا نقول لك نتنقل من عاصمة انت مراسط لهنا واش ممجانية نجيب كوفيرتير نتاعي ونجيب ماكريتي نحن في الفاظ نغيروا الفاظنا الدهنياتنا قال المجانية المجانية عندها سنوات راح لأن الخدمات تنقصت لأن الدهنيات ما زالت حابسة أنا نظركها قدامي بروفيسور حتى قبل كتكلم أنا كنايب كنت قلت معي طبيب يعني فحتى في المعلومة نتاعي أكثر مني هو لما نخرج في التشوهات هذه نعطيك بلك الجانب الديني لكن ما نقدرش نتعمق وجويت نايب ما نقدرش نتعمق لأن فيها آليات تنظيمية تنظم العمق وتحدد من يدرها ماشي الخواص في عيادات خاصة وبغير نقول لك عقدة الخواص ثاني معلي اسمحني عليها عقدة الخواص شوف المجانية في البلاد يدوها مما لها بغيرنا نهضروا صراحة أنا نايم نوقف في لها الشيء ندخل قدام مواطن عادي ندف 30 أو 20 مليون راجل أعمال كبير يدخل في نفس الشيء أعطوا شيء مما لها هذه كلمة الجانية أما للخواص في البلاد في كل عالم كائن خواص تكون منافسة بين العام وفر ماشي كواغطة وفر الظروف أره معليش أنا نتكمل كلمتي الشيخ وفر الظروف حتى الخلمة المدنية اللي مكانش في الجنوب في تين تارابين والله في توندرد والله في تين زواتين تبعث أخي الصائج الراح وتعطيه خيمة احنا ماناش احنا وفر وجيب قضية في الجزار ماشي قوانين قضية في توفير كل إمكانيات سوى إمكانية للمرض وللطبيب وللتسير إداريا الآن وزيري دخل يعني أنك مدر الصحة في تمراس نعطيها لك بهذا الواقع والله في أدرار والله في أقسنطينا هذا بروفيسير مخه كامل علم تجيب له موظف في جهة أخرى وتقول له يسيره كيف هذا وليسار في جزار الآن نهضروا واقع بين واقع وقوانين قوانين شي ووقعنا شي أخر شكرا شكرا